أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية عمليات نوعية قامت بها البحرية اليمنية وهذه المرة ضد ناقلات النفط متجاوزة الخط الأحمر إذ أصابت أيضا السفن المنطلقة من موانئ روسية ومتجهة إلى الصين هذا تطور أساسي أول يجعل من ناقلات النفط أهداف مباشرة لهذه البحرية وأيضا بمختلف أسلحتها الأمر يتعلق بالقوة الصاروخية والطيران المسيري وأيضا الزوارق وفي هذه الحالة فقد أطلق اليمنيون زورقا مسيرا على تشيوسليون أحدى السفن التي قادت بشكل كامل نقل النفط نحو إسرائيل وتبدأ هذه العمليات النوعية أولا من استهداف ناقلة النفط وهذا يعني أننا أمام سفينة ناقلة للنفط متجهة من روسيا وباتجاه شانغاي وستصل يوم الرابع من أغسطس أي بعد 19 يوما إلى شانغاي وهذا كله أطر العملية الجديدة بخصوص استهداف كل السفن ولو التي انطلقت من روسيا وباتجاه الصين لكنها توقفت أو تعاملت أو نقلت النفط مباشرة إلى إسرائيل وهو تطور استثنائي بجميع المقييس من جهة أولى نجد أن بنت لي وان أو آيه الإيمو 92531-29 بعلم الطنمة وواضح أنه في العاشر من يوليو والسادس من يوليو والخامس منه أيضا كان احتمال دخول هذه السفينة إلى موانئ إسرائيلية شيء مؤكد إذن لدينا هذا المستشد الرئيس الذي استطاع من خلاله اليمني وللدفاع عن شعب غزة وضد المجازر التي هي اليوم أسلوبا على رأس كل ساعة في القطاع فقد قرر اليمنيون تجاوز ما ذكرناه بالنسبة للخطوط الحمر السالفة الانتقال إلى ناقلات النفط كبنك أهداف وأيضا كل السفن التي تنطلق من روسيا وإلى الصين كحليفين رغم كل هذا فأي خرق يتم سيكون له مرده سيكون بطبيعة الحال هناك رد يمني في هذا السياق لذلك فمن بورسعيد يوم العاشر من يوليو والسادس من يوليو والخامس من يوليو كان احتمال الذهاب والدخول إلى موانئ إسرائيلية شيئا مؤكدا وهذا الذي دفع إلى الاستهداف إذن الاستهداف تجاوز خطين أحمرين من الناقلات التجارية إلى ناقلات النفط وأيضا تجاوز الانطلاق والوصول بين روسيا والصين وهذا هو التطور الأساسي الثاني التطور الثالث أن هذه السفينة والمعروفة بدماتو فبريتسيا دماتو في أبرال 2009 كان هناك مشاركة للرأسمال الإسرائيلي كذلك الشأن بالنسبة لإعادة توجيه حصص الرأسمال من 2004 وللصالح شريك إسرائيلي عندما تحولت من ريتا دماتو وإلى اسمها الأخير إذن الأمر الآن متجاوز لدى اليمنيين في انطلاق هذه السفينة من ميناء تماع في روسيا وباتجاه شانغاي السفينة الثانية تشيوسليون قادمة أيضا من روسيا وهذا هو التطور الاستثناء الذي ذكرناه بأن الأمر يتعلق بناقلات النفط وليس بالناقلات التجارية وهذا الذي تجاوزه الآن في البحر الأحمر وأمامنا آخر إحداثية للقمر الصناعي قبل ثلاثة أيام وأربعة عشر ساعة لاحظ الجميع أن تشيوسليون بالإيمو تسعة ثلاثة تسعة ثمانية اثنين ثمانية صفر ناقلة النفط هذه بعالم ليبيريا تبحر تحت علم ليبيريا كانت أيضا متورطة في بورسعيد لأن هناك كما ترون أمامكم جزءا من رحلاتها غير منضبطة لما قررته البحرية اليمنية وإلى حدود هذه اللحظة فهي تمر بتسعة عقد ومن دون اتجاه الآن بعد أن سعى الجميع إلى صيانة فورية لتشيوسليون بعد الضربة المستحكمة وهذا ناتج عن ضربة دقيقة لزورق وهذا الذي كشفه وبشكل واضح جدا الناطق الرسمي باسم القوات البحرية لذلك فهي أصبحت بدون اتجاه وهو اليوم تحاول أن تقود صيانة مباشرة بعد فداحة الإصابة وكان الأمر متعلقا بزورق مسير استطاع أن يصل إلى منطقة حساسة في الإبحار إذن تشيوسليون هذه الضربة المواجهة ضدها كانت قوية وذكية وحاسمة وهذا الذي جعل حرق هذه السفينة جزءا من تعطيلها أولا ويمكن إحراقها الآن إلى الآن يتواصل إحراقها أما بالنسبة للثالثة وهذه الناقلة أيضا ناقلة نفطية لإشارة فقط للتأكيد أن كل الضربات اليوم ضد الناقلات النفطية الأمر يتعلق بأولفيا الإيمو خمسة وتسعين ثلاثة وعشرين ستة وأربعين تسعة إذن في ميناء أشدود وإلى جانب الأمريكيين الذين يصهرون الآن على مواصلة عملهم تجاه ما يسمى بميناء أمريكا العائم في غزة فإن أشدود الآن هي المنطقة البحرية التي تعتمد عليها القوات الأمريكية من جاه وثانيا فإن سينتكام وبعد الفشل الذريعي لميناء غزة فإنها تحاول أن تضع كل شيء في أشدود هذا الذي يريده تماما الإسرائيلي وأولفيا بعلم قبرص ضربت في عملية مشاركة بين كل من المقاومة العراقية وما بين اليمنيين وهنا نأتي إلى الفضيحة التي يجب نقلها فمن جاءة أولى فأولفيا تحمل نفطا عربيا موجها إلى أوكرانيا ومن رومانيا أي ينقل إلى رومانيا ومن ثم إلى أوكرانيا هذه السفينة تنقله من رومانيا وباتجاه إسرائيل دعما من أوكرانيا لتل أبيب إذن أولفيا وبنفط عربيا اليوم يتأكد أن هناك فضيحة عندما قصف اليمنيون أولفيا في قلب أشدود وإلى جانب العراقيين ليكتشف الجميع أن الانطلاق لهذه السفينة كان من رومانيا وباتجاه إسرائيل وبنفط مدعوم أساسا من الجهة العربية إذن النفط العربي الموجه إلى أوكرانيا يوجه من رومانيا إلى إسرائيل وهذا تطور استثنائي يجب التأكيد عليه الآن لأننا أمام اعتبارات رئيسة بخصوص العمل الذي يقوده الآن المقاومون في اليمن وفي العراق ضد النفط الذي يصل إلى إسرائيل وهذا كله يجعلنا أمام أولا حصار نفطي لإسرائيل لذلك فهذه الضربات ضد ناقلات النفط من أجل أمر واحد أساسي عرقلة وصول النفط وباقي المواد النفطية البتروكيمائية إلى إسرائيل هذه مسألة رئيسة أولى المسألة الثانية أن هناك تجاوز بشكل كامل لكل السفن التي تمر عبر تجارة بين الصين وروسيا وتتجاوز الحضر اليمني إذن اليمن تقصف لأن اتخاذ ميناء الانطلاق والوصول من الصين أو روسيا لا يمنع الحوثي من إصابة هذه السفن إن راغبت أو تأكد لليمنيين أن هناك دخول وخروج من موانئ فلسطين المحتلة إسرائيل إذن هذا هو التطور الأساسي المهم وأكثر من ذلك وهذه هي النقطة الثالثة والهامة فإن النفط العربي المنطلق من رومانيا إلى إسرائيل والقادم من دول عربية خليجية لأن هذا النفط موجه من ضمن الدعم إلى أوكرانيا يحول مباشرة إلى إسرائيل وهذا هو التطور الاستثناء الذي يعرف جيدا العراقي واليمني هذه التقديرات ويحاول إصابتها بشكل مباشر وهذا الذي لاحظناه في هذه العملية ضد أولفيا في قلب ميناء حيفا شكرا جزيلا وإلى اللقاء